المحاضرة الثانية هو احنا قلنا الالكثير المحاضرة هي هي يعني يعني arterial contraction or arterial relaxation the filling of the ventricle during the diastole can be divided into three period of time and the rapid filling of the ventricle from the arterial and the diastasis and the arterial contraction three phases responsible enough for filling of the ventricle at the first third of the ventricular diastolic time the high pressure in the arterial immediately push the arterial ventricular valve open and allow the blood to flow rapidly into the ventricle this period of time is called the rapid filling of the ventricle responsible for 70 to 80 percent filling of the ventricle with the blood. يعني اذا تذكرون بالمحاضرة الاولى بالكاديورجي قلت لكم الاتريا ventricular valve تشتغل according to the pressure gradient. الاكشن ماريتة يكون passively. يعني اختلاف البرشار ما بين الاتريا وما بين ال ventricle. من الاتريا filling of the blood from the superior and inferior vena cava. ويشير عندنا بلاد بالاتريا راح البرشار بالاتريا يزداد عندنا. وهذا البرشار بالاتريا راح يكون اعلى من البرشار بال ventricle. وبالتالي راح يفتحنا الماتر وتريكاسبت valve. من يفتحنا الماتر وتريكاسبت valve راح يصير pushing of blood from the arterial to the ventricle. هذي شي يسمونا يسمونا الرابد دائستيس البلاي الشكل الأمن كم عن الضي kob gold marshار يسمونا البلاد بالتبراج. البلاد ذا ثاني، الاثنيỗ دياكا وهو اللق، ذا ثاني هو تريكا، جيش شكل أن دائستيس deste ضي pr cohراحة وهو اللقا لحتيار reassمة قد ما بين بالحقيقة هيدا nrasi movement of blood from superior inferior vena cave to the right atrium to the ventricle يسمونها ديستesis الثالث هو the arterial contract and giving an additional 20 to 30 percent of filling of the ventricle during each cycle بالنسبة له والفيس الثالث يسمونه arterial contraction والأتريال contraction من سلأتريال contraction responsible for filling تقيم من 20 إلى 30 بالمية من الventricle إذن filling of the ventricle with the blood يقسم إلى ثلاثة رابط filling of the ventricle responsible for 70 to 80 percent of the filling of the ventricle ديستesis small amount of blood coming from the VM atria to the ventricle والثالث هو الأتريال contraction من سلأتريال contraction responsible for filling about 20 to 30 percent of the ventricle لأنه الأتريال كلش ضعيفة والأتريال كلش تحتوي على ثن مثلا لذلك الأتريال contraction تقريبا ازدودنا من 20 إلى 30 بالمية من الـ filling of the ventricle هنا ممكن نقيس البشر برات أترية نعم لأنه رات أترية متصد داركتلي عن طريق الانتيران جيجولر فين ويسمونه ثلودة سوبرال فينكابل لذلك ممكن نقيس البشر برات أترية يسمونه البشر برات أترية عن طريق جيجولر فينس فين يسمونه central venous of pressure اشلون نخلي المريض 45 درجة هنا نخلي المريض 45 درجة ونخلي left to the head to the turn to the left side وراها نشوف هناك أدنى البلسيشن هناك نشوف البلسيشن نحط المريض ب45 درجة وترن to the left side اهناني the if the jugular venous appear to be distended attempt to measure the height of the distension as vertical column of blood in relation to the center angle يعني normally normally a jugular venous distension or pulsation يكون below the clavicle below the clavicle يعني ماشوف انت البلسيشن أو الدستنشن my jugular venous above the clavicle any condition that cause increase the pressure in the right atria تسعد ادنى وبالتالي رح يسعد ادنى البلسيشن بالانترنت جيجولر فين يعني هو متصل الاتصال مباشر بالرايت اترية ومن يسعد ادنى البلسيشن بالجيجولر فين رح يصير البلسيشن أو الدستنشن رح يسعد بالنك فأعلى دستنشن أو أعلى بلسيشن للانترنت جيجولر فين نحدده وناخذ فاللاين هذا اللاين ناخذ ونقيس المسافة بالمصدره ما بين النقطة هاية وما بين دسترنا العنقل بالمصدره نورمالي هذه المسافة هي أقل من 4 سانتيم إذا أكثر صار لدينا أكثر من 4 أو 5 سانتيم يعني شنو؟ يعني البرشار أو الدستنشن أو البرشار بالانترنت جيجولر فين كلش عالي وما طول عالي يعني البرشار بالرايت اترية كلش عالي وهذا يعتبر باثراجيكا أي condition that cause increase الرايت اترية البرشار ممكن يسوينا increase الجيجولر فينصو برشار وبالتالي أنه هذه أحد الباثر نقدر انقيس بيها البرشار بالرايت اترية هذا عندنا هناني هذا الجيجولر أعلى نقطة للجيجولر فينص بلسيشن أو دستنشن ناختها من الانترى الجيجولر فين بالراية السايد انقيسها بعدين ناخد بربيندوكور اللاين ما بيهن أعلى نقطة وما بيهل السترنا ننقل هذه المسافة بالمصدر انقيسها نورمالي بلو 4 سانتيم إذا كانت أعلى فهذا يعكس النام دي برشار بالعالي بالرايت اترية هناني هذا مثال كينيكالي هذا يشوف الديستنشن أو الانجورجمت او دي انترنت جيجولر فين أعلى اه نقطة بيهل بلسيشن أو دستنشن ونرسم لاين مننا ناخذ هالا لاين وهذا الاين ينزل الى السترنا نقل بالمصدر المسافة ما بيهل السترنا نقل وما بين هادا اللاين نكون هيكي نورمالي يكون أقل من 5 سانتيم إذا أعلى من 5 سانتيم هذا يعكس النا انه هون دي برشار بالانترنت جيجولر فين كلش عالي والبرشار بالانترنت جيجولر فين يعكسنا ل cuttingio بالعدد 행ثيل وهذه هي أحد السايل مال diesen يعني عندك المريض إذا عنده ك Czy يكون دفشر بالعدد 행ثيل كلش عالي وأحد السايل مال severely يكون engorgement or distension of the jugular vein in the neck ممكن يلقيسه Preachrine يكون below invisible also below the level of the lànicler هذا like lavicler hay normal يكون هو below like lavicler إذا كانت البلسيشن مع جيكولر فين أو الدستنشن أعلى من الكلابكال ممكن ننقيسه مثل ما قلنا هاي بالطريقة ونعرف أنه البرشور براية أترية كلش عالي هذا يسمونه central venous pressure أو يسمونه الجيكولر venous pressure أو يسمونه right atrial pressure وهذه نستفاد من أداء عندما عندما يكون البرشور براية أترية كلش عالي وطريقة كلش سهلة هاي 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 بيها ويفات يسمونه right atrial wave كم ويف بيها هي هاي هاي During cardiac cycle the atrial pressure changes are transmitted to the great vein producing 3 characteristic wave in the jugular pulse اللي هي A wave والسي ويف والفي ويف الأي ويف اللي تطلع عنا بالright atrial pressure اللي نقدر نحصل نحصلها من الانترنت jugular vein هي due to A due to arterial contraction ال-A wave due to arterial contraction صارت ال-C wave due to barging of the arterial ventricular valve backward toward the arterial because of the increased pressure in the ventricle تطلع عنا ال-C wave والأخيرة ال-V wave هي أكر toward the end of the ventricular contraction and it results to the front slow build up of blood in the arteria while the arterial ventricular valve are closed during ventricular relaxation يعني هنا ال-3 wave تنحصلها مارات arterial waves pressure هي ال-A وال-C وال-V wave كمنا الأترية الأترية والأترية relaxation والفيسات ما الأترية نجي ال-Ventricle function of the ventricle as a pump يعني ventricular diastory وventricular systory يعني ventricular contraction وventricular relaxation وقلنا احنا بال-Filling of the ventricle حيشناها بالمحاضة بالسلايد السابق انه filling of the ventricle ينقسم الى 3-Faces هي ربط filling of the ventricle والdiastasis والفيسات الثالث هو arterial contraction filling of the ventricle is associated من السابق رح يصير انه بلد بالفنتricle رح يزار ال-pressure بالفنتricle لذلك اذا كان ال-pressure بالفنتricle zero رح يصعد الى 12 مليمتر مركري لانه دخل الى بلد من الاترية و5 مليمتر بالright ventricle ال-volume of blood at the end of the diastasis يسمونه end diastasis pressure والvolume of blood الموجود بالright والlift ventricle يسمونه end diastasis volume مليمتر من 120 الى 130 مل during ventricle relaxation او diastasis هاي كمية 120 الى 130 مل هي كمية البلد اللي يجي من الاترية اوكي اوكي ونال pressure يصعد بالright من 0 الى 5 وال right ventricle من 0 الى 5 وال pressure بال left ventricle من 0 الى مليمتر مركري الفيس الثاني هو يسمونه empty of the ventricle والempty of the ventricle يسمونه ventricle systole يقسم الى period of the isovolumetric contraction والperiod of ejection والperiod of the isovolumetric relaxation empty of the ventricle start and the pressure and the ventricle cavities increase الperiod of the isovolumetric contraction the ventricle volume during this time remain constant يبقى ventricle volume of البلد يبقى 120 الى 130 مل يسمونه isovolumetric and the interventricular pressure rises to about 80 مليمتر مركري هنا بال iso بالperiod of the isovolumetric contraction يزداد لنا الpressure من 5 بال right ventricle و12 بال left ventricle الى 80 مليمتر مركري اللي هي من B الى C يسمونه isovolumetric contraction period of ejection هي من C الى E هو ejection of blood outside the heart وشو كده صر ان ejection of blood outside the heart عندما تنفتح الايورتك والبرماني 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 عندما يكون البرشور بالراية والليف ventricle أعلى من البرشور بال الايورتك والبرماني revolve اوكي اوكي فيسمونه البرiod of ejection والإجكشن of blood يقسم الى ربط ejection of blood من C الى D و slow ejection of blood من D الى E كله من C الى يسمونه البرiod of ejection of blood من يطلع ejection of blood خارج الهارت قلنا احنا الامount of blood اللي موجود بال ventricle هي 120 الى 130 مل يسمونه هذا الان diastolic volume ثلثة من هذا البلد الموجود بالهارت يطلع والثلث يبقى الثلثة اللي يطلع يسمونه citric volume يطلع circulation على مدغذ الورغان يسمونه citric volume والثلثة اللي يبقى يسمونه the systolic volume يعني the volume of the blood at the end of the systolic إذا عدنا الامount of blood الموجود بالهارت هي من 120 الى 130 ثلثة للم 120 تقريبا 70 يسمونه citric volume وثلث المتبقي تقريبا بالهارت يسمونه الان systolic volume تقريبا يمقى بحدود 30 الى 40 مل كله يسمونه الان diastolic volume عرفتوا عيني هذا بالنسبة الperiod of ejection الperiod of isovolumetric relaxation يكون من ا الى ا الانترا ventricular pressure رحيقل from 80 to 0 ملم مركري when the pressure within the ventricle drops below pressure in both the pulmonary trunk and aorta blood flow backward to the heart producing the dicotric notch هو small dip seen in the blood pressure من ا الى ا هي الperiod of the isovolumetric relaxation ومن اسمها relaxation يعني الpressure رح يقل عندنا بال right and left ventricle ورح يكون الpressure اقل من الايورتك والبرمناري valve وبالتالي رح تنسد الايورتك والبرمناري valve بالنسبة انها وبالنسبة لل dacodic notch هو يشير يعني ما بين السيستيلي وما بين ال ديستيلي due due to bug flow of blood to the heart ونحش عليها بتفاصيل بالcirculation اذا الامتي of the ventricle تنقسم الى three faces الاولى من B الى C يسمون الaiso volumetric contraction ويسمون contraction of the heart من C الى A الperiod of ejection of blood ومثل ما تعرفون ejection of blood ادنا ربط ejection of blood وادنا ejection of blood يطلع ثلثين من البلد ويبقى ثلث الثلثين اللي يطلع يسمونه citric volume والثلث اللي يبقى يسمونه end systolic volume ورها الperiod of izovolumetric relaxation من اي الى اي اس relaxation بال ventricle وبالتالي تنسد ادنى الايورتك والبرمولاري بال هذه يسموها الامتي of وهذا الدايجرام ممكن اذا واحد يعني يقرأ بعد ما يس الفيس of the empty of the ventricle عند الكارديك output الكارديك output is the amount of blood pumped by each ventricle permanent express a liter permanent normally it is about 5 liter permanent الكارديك output يساويد ناس stroke volume في الهات rate شن stroke volume اذا تذكرون بالسلايد السابق كنت لكم volume of blood هو 120 مل يطلع ثلثين ويبقى ثلث الثلثين اللي يطلع يسمونا stroke volume اللي هو 70 تقريبا الى 80 مل هذا stroke volume هو amount of blood PR beat اوكي يلضرب في heart rate اللي هو 70 تقريبا معدل heart rate بالهيومن هو 70 ف70 تقريبا او 72 الheart rate في stroke volume 70 يطلع تقريبا 5 التار هو يسمونا cardic output اذا cardic output هو heart rate في stroke volume تقريبا 5 التار بالدقيقة بالresting state وممكن cardic output يزداد الى 10 لتر بالدقيقة او الى 20 وبعض الحالة سجلوا الى 30 لتر بالدقيقة بالاثليتك من اليمارسون الرياضة العنيفة ممكن نوصل the cardic output الى 30 او الى 35 لتر بالدقيقة الوحدة cardic index is the cardic output per square meter of the body surface area about 3 التار بالمنute per square of the body surface area الفكترة اللي تأثلنا على cardic output هي الفكترة اللي any condition that cause increase in stroke volume increase the cardic output و any condition that cause increase any condition that cause increasing in diast toes يزيدنا الشرك volume وبالتالي زيدي كاردائك وany condition that cause decrease an arcystric volume cause increase the stroke volume. والheart rate any condition that cause increase the heart rate cause increase the cardiac output وany condition that cause decrease in heart rate تقالينا الكاردائك output. شنة هي الفكتر اللي تأثرنا على عدنا اللي تأثرنا على هي البريلود على الستروك فوليوم هو البريلود والكونتراك تريتي والأفترلود هذا الريجوليشن على الستروك فوليوم يعتمد على الستروك فوليوم الجيد يطلع من الهارت يعتمد على البريلود هو الاماونت اوف بلد انده هارت بفور كنتركشن بريلود والكونتراك تريتي والأفترلود البريلود is the degree of stretch of the heart muscle before they contract يسمون الانده هارتشترك فوليوم كل ما جاد الانده هارتشترك فوليوم كل ما جاد عندي الستروك فوليوم والانده هارتشترك فوليوم هو انترستي كونترول فراعنكشتار نقول له هو وفد عالم قال whatever the amount of blood that coming to the heart can be pumped automatically without delay outside the heart اذا كل ما زاد عندنا الانده هارتشترك فوليوم يزداد عندنا الانده هارتشترك فوليوم والسبب انه الكاردياك مصل تختلف عن السكيتر مصل يعني اه لها القابلية على الستريتش يعني مثل السبرينج مثل السبرينج تستوعب كل البلاد اللي جاي اه للهارت وبالتالي الضخة outside the heart حدا فراعنكشتار نقول له اكتشف هاده الصفه بالكاردياك مصل whatever the amount of blood in the heart can be pumped automatically without delay outside the heart وهذا الانده هارتشترك فوليوم او البري من الول اهههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه يزداد عدنا stroke volume ومن يزداد عدنا stroke volume يزداد عدنا cardiac output فأني يكون وكذلك any condition that cause decrease in stroke in venosterone as in humerage or bleeding يقل عدنا الين ديسترق volume ويقل عدنا stroke volume ويقل عدنا cardiac output الثانية time of the filling of the ventricle كل ما كان time of the filling of the ventricle كلش طويل كل ما كان الين ديسترق volume اكثر in which at normal heart rate the arterial contraction are considered essential for adequate ventricular filling لكن at the heart rate increase the arterial filling become increasingly important for filling of the ventricle because the time interval between contraction for passive filling become progressively shorter the time from mitral barb opening to end diastolic is referred to the left ventricular filling time كل ما كان time of the filling of the ventricle كلش طويل كل ما كان بالتالي إزاد عدنا الين ديسترق volume إذن نقطتين يعتمد عليها الين ديسترق volume for the stretch of the cardiac muscle هي الفينوستيرين وكذلك increase time for filling of the ventricle وهي انترسيك ميكانيزيم هاي صفة خاصة بالكاردياك مصل بدون مؤثر خارجي يعني واللي اكتشفها فرانكستان كلوا بالحقيقة يعني هي الكاردياك مصل stretchable مثل السبرينج تستوعب اي فينوستيرين يجي للهارب والضخة اوتماتيكلي without delay outside the heart شي سموها سموها بريلود الثاني من الكونتراكتريتي والكونتراكتريتي هي اكيستيك كونترول of the stroke volume the factor that affect the contractility مثل ما تعرفون the autonomic nervous system وقلنا the autonomic nervous system sympathetic and parasympathetic with sympathetic stimulate stimulation of the sympathetic nervous system and increase the contraction of the heart وبالتالي زيد and the stroke volume وبالتالي زيد and the cardiac output by binding to the beta receptor to initiate cyclic AMP اللي هو second messenger system that increases the calcium entry which is in turn promote more cross bridge binding and enhance ventricular contractility والparasympathetic stimulation from the vegas nerve has little or no effect on cardiac contractility لأنهو الparasympathetic مثل ما قلناها بالاوترنميك nervous system اللي حضور كلش قوي على الconduction system of the heart ويسوينا regulation للheart rate لكن تأثير الparasympathetic nervous system على الcontraction يكاد يكون معدوم أو قليل جدا لكن الsympathetic nervous system لا يكون تأثير كلش قوي على الcontraction of the heart إذن أحد النقاط يتأثر على الcontractility وهي اكسفنسيك كونترول فور ستروك واليوم هو الاترنميك nervous system المتمثل بالsympathetic والparasympathetic nervous system كيميكال سبستانس كيميكال سبستانس أكو بالbody fluid أكو كيميكال مواد جزء من عدها زيد الهات ريت وجزء من عدها تقل الهات ريت like hormones and enzymes ونطبق إليها بالcirculation النقطة الثالثة اللي تتأثر بالstrok volume هي الأفترلود أو تأثر بالكادر هي الأفترلود الأفترلود هي الresistant against the stroke volume قعد تفهمني؟ يعني هي أكسسطروك volume as the afterload increase the stroke volume will be decreased in people with hypertension because it has reduced the ability of the ventricle to eject the blood يعني الأفترلود هي أكسسطروك volume any condition that cause increase in afterload like impatient with hypertension إدخل عندنا الستروك volume وبالتالي يقل عندنا الكاردياك آتبوت البي كمنا إحنا الكاردياك آتبوت regulation marked by stroke volume وقلنا الفكتر يتأثر على الستروك volume قلنا الpreload والcontractility والأفترلود يساعدنا الهات ريت regulation of the heart rate مثل ما تعرفون عن طريق الأترنميك نرفيسيستم والأترنميك نرفيسيستم مثل ما تعرفون the main factor that affects the heart rate through the autonomic nervous system عن طريق الهيربريس عن طريق السنترل نرفيسيستم when emotional or physical stress such as fright and anxiety exercise, activate the sympathetic nervous system and cause increase the heart rate ومن تزاد عندنا الهات ريت يزاد عندنا الكاردياك output النقطة الثانية اللي يزادلنا الهات ريت يتأثرلنا على الهات ريت عن طريق الأترنميك نرفيسيستم هي receptor وعدنا الparoreceptor والkeymore receptor والparoreceptor عدنا two types of the paroreceptor عدنا low pressure paroreceptor موجودة بالvenus side وعدنا high pressure paroreceptor موجودة بالarteria side low pressure paroreceptor يسمونها اكوفاد الفلكس كلش مهم لازم تحفظونه وأحتيه و جدا مهم يسمونه اثريال pain bridge reflex اثريال pain bridge reflex شنو هذا الرفلكس when there is increase in VR in venus satyrin ميزاد عندنا الvenus satyrin due to increase in blood volume يجد عندنا الvenus satyrin هذا الvenus satyrin من انكريز أكون receptor موجودة بالراية اثريال يسمونها stretch receptor هذه تتحسس هذه الريسبتر موجودة تنطيعاز المن الى center nervous system عن طريق الفيزا موتور center بالcenter nervous system تنطيعاز تقول له يا بترى الفيزا ستران عندي كلش عالي فأريد أخلص من عنده شي سوى هذا الفيزا موتور center ينطيعاز الى sympathetic nervous system هذا sympathetic nervous system يشتغل على الاسعي نود يسوينا increase the heart rate على مود يخلصنا من الvenus satyrin كلش عالي ويسوينا كذاك an unusual vasodiretation to decrease the blood pressure اثن pain bridge reflex هو receptor موجودة بالراية اثريال يسموه stretch receptor تتحسس when there is increase in venus satyrin تتحسس هاي receptor بريد أثريال تنطيعاز الى الفيزا موتور center يسوينا الbrain ينطيع sympathetic stimulation مثل ما تعرفون sympathetic stimulation ينطيعاز الى الاسعي نود يزيد الheart rate من الزاد عدنا الheart rate رح يزاد عدنا شنوه ال blood pressure ومن الزاد عدنا blood pressure شرح يزاد عدنا رح يزاد عدنا شنوه ينطيعاز ثانية شي يسوينا يسوينا اليوجوب فيزا داريتيشن على موضيق الادنى البراد البرشور هاي يسمونه البين بريج رفلكس وهذا كلش مهم لازم تفهمه وتحفظه وتعرفه بين بريج رفلكس ممكن يعني بالرسبالت رسالة رسالة يعني شنوه بتديب نفس الميكانيزم مناخد تزاد الهار ومناخد ديب ادخل عندنا الهار ريش ليش مناخد ديب انسباريشن تزاد عندنا الهار ريت نفس الميكانيزم ديب انسباريشن يقل الانتراثرسي كبرشور يزيد عندنا انيكوريز الفيناس ستيرين استيميليشن الانتراثرسي 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 زادنا الهار ريت اوكي هذي سمونا رسبالتري سانس اردمية ونحكي عليها يعني من نيجي بالمحاضرات مع التخطيط مع القلب بس من اقولك بالرسبالتري سانس اردمية تزداد الهار ريت وتقل الهار ريت لازم تقول الميكانيزم هي بين بريج الفي متل ما قلنا هاي قبل شوية وراح نطبقها بالعملي يعني ان شاء الله عندنا الهائي برشور موجودة بالارتريال سايد وان دير اس دي كريز بباد بشر استيميليشن اوف دا هاي يعني برشور بارارو سبتر وهاي الهائي برشور بارارو سبتر تنطيعاج الى سنتر النرب سيستيم عن طريق الفيزو موتور سنتر فسوينا تاكيكاردية عن بيزو كونستوشن ترتيار برشور طو دا نورمال اذا وعدنا الكيمو رسبتر وكذلك عندنا الكيمو رسبتر وعدنا سنتر كيمو رسبتر سنتر الكيمو رسبتر موجودة بالcentral nervous system والبرفر الكيمو رسبتر كذلك موجودة بال ايورتك ارش موجودة وموجودة بال other area in the human body هذي الكيمو رسبتر تتحسس بال when there is increase in CO2 عند هيدروجين منصر ادنا هايبوكسية ويقل البلد فلو يجد ادنا CO2 والهايدروجين منيجد ادنا CO2 والهايدروجين بالبلد يسوينا استيميليشن الكمو رسبتر تنطيعاز الى الوزو موتور سنتر ازايدنا عن طريق السمبلاتيك نروس ستم بازايدنا الهارت رايت ويقوم بازاو بزاو 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 رسال النارمان اذا increase الهارت رايت عن طريق الاترميك نروس ستم باي الهائر بزاو سنتر هو مسؤول عن الاموشن لو البراريسبتر وعنا two types البراريسبتر وعنا البراريسبتر وهي البراريسبتر وعنا الكيمو رسبتر حيتأثر النار الهارت يزيدنا وتقلنا الهارت رايت وبالتالي من يدخل ويزيد الهارت رايت يتأثر النار على الكادياك اوتوت عندنا الكيميكا سبستانس مثل ما تعرفون اكو بالبدي فلود كيميكا سبستانس جزء من عدها تقللنا الهارت وجزء من عدها تقللنا الهارت هارمون ثاروكسيم يزيدنا الهارت النور ابنفرين يزيدنا الهارت الابنفرين كذلك هم يزيدنا الهارت ايون كارسيوم قوز increase الكارسيوم ان بد فلود قوز increase الهارت بتاسيوم increase or decrease قوز decrease the heart rate and decrease ساعة عبرتي. وأكو عناصر أخرى موجودة هورمونس وإنزايمس أخرى نحشي عليها بشكل تفصيل بالسيركوليشن. The effect of the ion on the cardiac pump. هنانا تأثير بوتاسيوم البوتاسيوم about 80 مثل ما تعرفون 98 بية من البوتاسيوم موجودة inside the cell. والباقي موجودة extracellular fluid. من زد أن البوتاسيوم cause the heart to become extremely dilated and flaccid and slow the heart rate. إذن إذا زد أن البوتاسيوم تقل الهارت rate. It also block the conduction of the cardiac impulse from the atelier to the ventricle through the AV bundle. This effect in our cause partially by the fact that high potassium concentration in the extracellular fluid decreased the resting membrane potential. That is to say become more positive resting membrane potential of the cardiac muscle fiber. so the threshold will be easier to reach and the heart will reach action potential spontaneously. They go out of control. Fire without arythm and lead finally to cardiac arrest. يعني من يجد إذن البوتاسيوم بالbody fluid. رح يصير إذن نوع من النوع الأريثمية. يعني الهارت rate can be beat without control. Atrial fibrillation يصير إذن. Atrial flutter. وكلها they go out of control. وبالتالي يصير إذن كارديك الرست. من يقل إذن البوتاسيوم. Do the opposite. Make it is more difficult to reach the threshold on the heart pump. And the heart pump would be slower. يصير إذن يعني بالنسبة إليه يصير إذن كذلك بردي كاردي. إذن 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 البوتاسيوم بالbody fluid. يصير إذن نوع من نوع الأريثمية. Atrial fibrillation أو Atrial flutter. يعني الهارت beat without control. Atrial fibrillation. Atrial flutter. وبالتالي يصير إذن كارديك الرست. ومن يقل إذن البوتاسيوم. كذلك يصير إذن هم تقل الهارت rate. الكاريسيوم أكسي. من يزيد الكاريسيوم. يصير عنده يعني تزداد الcontraction of the heart. This is caused by the direct effect of carysium ion. On the cardiac contractile process. لذلك من يزيد عندنا الكاريسيوم. يزيد عندنا الcontraction of the heart. ويزيد عندنا الهارت rate. ويزيد عندنا كذلك stroke volume. ومن يقل عندنا الكاريسيوم. يصير عندنا تقل الcontraction of the heart. ويقل عندنا. يقل عندنا. يقل عندنا. لذلك يفكروا. certain drugs include carysium channel. إذا كفكروا. إذا يجبون medication. أو substance. يسدون. يغلقون. الصوديوم channel. الكاريسيوم. عفو channel. من يقل. يغلقون الكاريسيوم channel. يقل عندنا. الكاريسيوم inside the cell. وبالتالي. شي سير عندنا. يقل عندنا. الكاريديك. كونتراكتريتي. وتقل عندنا. الهارت rate. ويقل عندنا. الستروك بوليوم. ويقل عندنا. وهي أحد المدكيشن. اللي يستخدموها. في علاج. ارتفاع ضغط الدم. علاج. يعني. ضغط الدم. يزاد عندك الكاريديك. أوتبوت. ويزاد عندك الهارت rate. فعلى مدة تقل. الكاريديك. أوتبوت. والهارت rate. تنطي كاريسيوم channel. تنطي مدكيشن. تغلق لنا. التنطي مالصوديوم. وبالتالي. يتقللنا. من دخول الكاريسيوم. انسايد. ومن يقل عندنا. دخول الكاريسيوم. انسايد. دا سيد. راح اتقل الكوانتر اكتريتي. وتقل الهارت ريت. وبالتالي. اتقل. وهذا موجود. بالأسواق. يشتغل. از انتي. هايبر تنسيف. ميديكيشن. لعلاج. ضغط الدم. يسمونها. كاريسيوم. تشانال. بلوكر. شكرا. 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 شكرا.